نفت مصر بشكل قاطع ما تدولته وسائل إعلام دولية بشأن الإعداد لتشهيد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في منطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطع غزة وذلك في حالة تهديرهم قصريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدام عليهم في القطع وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات ويقضي بالرفض التام لأي تهجير قصري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطع غزة إلى خارجه وخصوصا للأراضي المصرية لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين وهو ما أوضحته كل التصريحات والبانة المصرية لأنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة وأضف رشوان أن مصر ستتخذ كل ما يجب عمله لوقف جريمة التهجير